اهلا بكم اكد مع علي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان دولة الامارات تولي اهتماما كبيرا لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر وتؤمن باهمية تضفر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر واحدة من ابشع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقوم على استغلال الابرياء والمستضعفين في المجتمع وقال مع علي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوم من كل عام ان دولة الامارات حرصت على اطلاق حملتها الوطنية ضد هذه الجريمة اللا انسانية منذ عام 2006 التي تمخضت باصدار القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحات جرائم الاتجار بالبشر وتعديلته مشيرا الى ان تنفيذ هذه الجهود يأتي في اطار استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع النهج الدولي في التعامل مع الجريمة ومبنية على خمس ركائز اساسية تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي واضح ان البنية التشريعية لدولة الامارات العربية المتحدة شهدت اصلاحات محورية اهمها اصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل هذا القانون الذي نص صراحة على تجريم العمل الجبرية ووضع نظم وسياسات محكمة تعمل على حماية حقوق العمال مما يضمن بيئة عمل انسانية تحميهم من الوقوع في شبكات عصابات الاتجار بالبشر